بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الخامس الابتدائي مع بعد هنكمل unit 8 هنشوف النهاردة هنتكلم على الصفات الصفة عندي الصفة زي كلمة فات سمين أو تخين وعكسها سن رفيع زي سن الألم بيبقى دايما رفيع افتكروها بكده طيب طول يعني طويل عكسها شرط يعني قصير تعالوا نشوف خلاصة الجزئية الجرامر اللي عندنا هنا بتتكلم على ايه الخلاصة ان انا عندي الصفة ساعدتي جي بتصف شخص او بتصف بني ادم فبتقول له ايه هو بيكون طويل طب لما اجي اعملها مقارنة يعني بجيب اتنين اشخاص وبقول ده مسلا اقصر من ده او ده اطول من ده بعملها ازاي بقول الاسم الشخص او ضمير بنيابة عنه وبعدين بقول وبعدين بحط في الصفة اي ار وزاني بقى انا عندي الصفة هنا بتبقى مقارنة بيبقى فيها اي ار اخرها اي ار وزان علي الشورتر زان علا طيب عندي التفضيل التفضيل اللي هو ايه بقول علي بالنسبة للفصل كله بيعتبر ايه طب علي بالنسبة مثلا السوبيان يعني علي او اي اسم تاني فعندي مثلا المثال بيقول علي ازاي شورتست بوي اه يبقى التفضيل هنا بعمل ايه بقول زا وبحط في الصفة اي اس تي بقى قبل الصفة بقول زا وبحط في اخرها اي اس تي طيب انا هنا خدوا بالكم المقارنة اخرها اي ار وزان ودي بقارن بين شخصين التفضيل بقوله هو بالنسبة للفصل كله بالنسبة للمجموعة كلها يبقى هو المتميز عنهم في ده طيب تعالوا نشوف الصفات عندي زي ايه وشكلها بيبقى ايه لما بعمل لها التفضيل التفضيل بيبقى مثلا الصفة هي طول بزاود لها اي اس تي طول يعني طويل بقت طولست فات سمين بقت فاتست خدوا بالكم الضعف طلع حرف تي طيب عندي هنا فاست سريع فاستست شورت قصير شورتست سن رفيع سنست زاود لها الضعف لها حرف الان سلو سلوست طيب دي الخلاصة اللي احنا قلناها تعالوا نشوف الامثلة عليها قلنا زي ما اقول مسلا هنا مثال الزرافة هي اطول الحيوانات يبقى انا عملت لها تفضيلة على الحيوانات كلها في الطول ان هي اطول واحدة فيهم طيب زا الشيتة هي اصرع الحيوانات يبقى الشيتة دي بالنسبة للحيوانات هي ايه اصرع دي جزئية الاولى في الجرامر اللي كنا عايزين نتكلم عنه النهاردة في جزئية تانية اه في جزئية تانية هي كلمة ودي بسأل بيها بقول ودي اداة استفهام بسأل بقول ان هي واحدة اطول فيهم بشوف الصورة اهو بقول ان هي واحدة اطول فيهم يبقى انا بالسؤال على الصفة التفضيل بسأل هنا طيب في حاجة كمان مثال تاني انهي اكتر واحد ارفع اللي على الشجرة هو يبقى بقول له ارفع بالنسبة لهم كلهم اه اتمنى ان هي تكون الجزئية الجرامر وصلت لكم بالسهولة تعالوا بقى نشوف الكلمات اللي احنا برضو عايزين ناخدها معنا في الفيديو ده الكلمات ديه زي كلمة هاوس ماوس 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 طيب اوت كوش كلاوت تراوت طبعا انا بجيبلكم الكلمة وفوقها الترجمة بتاعتها شاوت مونتين عندنا كمان ايه تاون كاو وكلاون المهرج براون جاون قول اللي استفاد من الفيديو تنسوش تعملهم اه لايك واللي ما اشتركش في القناة اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد تابع القناة وتعملوا شير مشاركة يعني لاصحابكم واستفداكوا في امان الله اشتركوا في القناة